وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومتابعة تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء ذلك خلال ترأس مدبولي للاجتماع الإسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية حيث شدد على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات في برنامج عمل الحكومة على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة كما أكد مدبولي على ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية وغيرها التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية كالأسعار والتعليم والطاقة والصناعة والبيئة وغيرها من القضايا المهمة كجهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء لافتنا في هذا الصياق إلى ضرورة تركيز بصفة خاصة على مواصلة جهود خفض الأسعار وتترق رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر وطالب المجموعة الوزرية الاقتصادية بضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني لا سيما ما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التروحات الحكومية اشتركوا في القناة